بدأ الإسلام غريبة وكان المسلمون الأوائل مستضعفين وكان الكفار يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام ومن هؤلاء المعذبين في الله سمية بنت خياط رضي الله عنها كانت سمية أمة لأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي وقدم ياسر بن عامر من اليمن إلى مكة فأقام بها وحالف أبا حذيفة فزوجه أبو حذيفة أمته سمية فأنجبا عمارا دخلت هذه الأسرة الكريمة في الإسلام مبكرا جدا حتى إن سمية كانت سابعة سبعة في الإسلام فعذبهم بن المغيرة عذابا شديدا في رمضاء بمكة ليردوهم عن الإسلام فلم يزدهم التعذيب إلا تمسكا بدينهم وثباتا عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بهم وهم يعذبون فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة وكان أقسى بن المغيرة عليهم في التعذيب أبو جهل فرعون هذه الأمة قال مجاهد أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وسمية فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر فمنعهما قومهما وأما الآخرون فألبسوا أدراع الحديد ثم صهروا في الشمس وجاء أبو جهل إلى سمية فطعنها بحربة فقتلها فسمية رضي الله عنها هي أول شهيدة في الإسلام وحسبها هذا شرفا ورفعة لقد باعت رضي الله عنها نفسها لله وضحت بنفسها في سبيل الله فتقبل الله منها قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة لقد ضربت سمية رضي الله عنها لنا مثلا عظيما في الثبات على دين الله وتحمل الأذى في سبيل الله وعلمتنا درسا عملية أن الدين أغلى من الروح فهنيئا لها الشهادة في سبيل الله والسبق إلى رضوان الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون